في خطوة تعد إخراجا جيدا يحفظ ماء وجه السعودية ويقلل الضغوط على واشنطن على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أعلن التحالف بقيادة السعودية والإمارات وقف تزويد مقاتلاتها بالوقود والذي كانت الطائرات الأمريكية تتكفل بالمهمة في أجواء اليمن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال إن هذه الخطوة جاءت بطلب من جانب السعودية لكن الخطوة جاءت أيضا في سياق غضب دولي متصاعد ضد الرياض على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول ليس ذلك فحسب تمت انتقادات قاسية ضد التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن نتيجة الجرائم المروعة لمقاتلاته ضد المدنيين وبالمثل من شأن هذه القطوة أن تخفف الضغوط الذي تواجهه الإدارة الأمريكية مرارا من المنظمات الحقوقية والإعلام الأمريكي ومشرعين في الكونغرس لاشتراكها اللوجستي في جرائم التحالف باليمن وهي انتقادات لا تتوقف عند حدود تزويد مقاتلات التحالف بالوقود فقط هناك أيضا مبيعات الأسلحة وصفقاتها الضخمة مع السعودية كثيرا منالت الإدارة الأمريكية سهم النقد اللادعة للإشتراك في جرائم قتل المدنيين في اليمن التحالف الذي تقوده السعودية يواجه بدوره حملة دولية تتصاعد كل يوم وربما عقوبات محتملة لكنه عد هذا الإجراء بأنه يأتي في عقاب تطوير قدراته العسكرية والذاتية مؤكدا أن السعودية تتملك أسطولا من 23 طائرة من أجل عمليات إعادة التزويد بالوقود بينها 6 طائرات إرباس 330 MRTT بينما تملك الإمارات 6 طائرات إرباس من نفس النوع كما تملك الرياض أيضا 9 طائرات من طراز هيركيوليز كيسي 130 من الممكن استخدامها بحسب مصادر علامية سعودية لكن هل يبدو هذا الإعلان المشترك كافيا لتجنب الغضب الدولي ضد جرائم الحرب في اليمن ثم تتوجهة أمريكية وبريطانية في مجلس الأمن لوقف الحرب هل سنشهد خطوات متتابعة في هذا المسعى أم مجرد محاولات لتهدئة الغضب وإسكاة جماعات الضغط ودعاة حقوق الإنسان